السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اسعد الله اوقتكم بكل الخير في حالة النهاردة بنحل امتحان محافظة مطروح للعام الحالي عشرين اربع وعشرين اول سؤال في الامتحان التعبير في التعبير الوظيفي جي لهم لافتة اللافتة في المستطيل بتاعها اي لافتة تحث تشجع فيها زملائك على تنظيم الوقت اقول له الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك اقول له استغل وقتك فيما ينفع ويفيد نظم وقتك الحياة دقائق وثواني اي لافتة في المستطيل في الشكل بتاعها تاخد الدرجة كاملة وفي موضوع التعبير زي ما تعودنا اختار الموضوع اللي تقدر تكتب فيه اكتر قسم الموضوع لافكار لعناصر اعمل لافكار العناصر وبعد كده ابدأ اتكلم اكتب كده في مصف السطر الموضوع ابدأ اتكلم عن الافكار بشكل فقرات ابدأ اتكلم عن الافكار استشهد باية او حديث او بيت شعر اختم بنصيحة او بحكمة تاخد الدرجة كاملة ان شاء الله السؤال اللي بعد كده بقى من الكراءة من درس قصة اثر ولان القلعة تعد من اهم القلاع على ساحل البحر الابيض المتوسط فقد اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية ففي العصر المملوكي اهتم السلطان قنصو الغوري بالقلعة اهتماما شديدا وزاد من قوة حميتها وشحنها بالسلاح والعتاد تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين مضاد شحنها شحنها بالسلاح شحنها يعني ملأها هو عايز العكس عكس ملأها افناها يفنيها يقضي عليها لا اخلاها ايوه عكس ملأها افراغها اخلاها تنفع بسطها لا تم الانتهاء من بناء قلعة قايد باي عارفين طبعا بعد عامين من تاريخ الانشاء با وضخ مظاهر اهتمام كل من العثمانيين ومحمد علي باشا بقلعة قايد باي عارفين طبعا ان العثمانيين استخدم العثمانيون هذه القلعة لحماياتهم طب ايه مظاهر الاهتمام جعلوا بها طواقف من الجند والمشا والفرسان والمدفعية واستخدموها في الحروب ومحمد علي باشا لما تولى حكم مصر تولى تجديد اصوار القلعة وتقويتها وتزويدها بالمدافع صح او خطأ ومش عايز تصويب واحد لاجأ نجم الدين الى قلعة سنجار مش الروضة ليحتمي بها من الخوارزمية لا عبارة خاطئة قلعة سنجار اتنين اطال داود مدة حبس نجم الدين وشجر الدر صح ليغل الثمن طبعا صح ليغل الثمن ويفرد ما يشاء با بين سبب اعتقال الملك العادل للامير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ بقلعة الجبل عارفين طبعا لاتهامه بمراسلة ومكاتبة نجم الدين وحثه على دخول مصر السؤال اللي بعد كده القراءة متحررة المحتوى للقراءة المفيدة اهمية كبرى في بناء الانسان والحضارات وتنمية الفكر والمهارات لما ينتج عنها من اكتساب المعلومات الجديدة النافعة التي من خلالها يشرق العقل بنور العلم النافع وللقراءة مزايا عدة منها التعرف على العلوم والثقافات والحضارات وكسب مهارات التخطب مع الاخرين ولها دور بارز في الابداع والابتكار والتطور والازدهار مراضف تنمية تنمية الفكر نشر بناء التنمية اللي هي من النماء من الزيادة يبقى زيادة زيادة الفكر مضاد المفيدة مفيد يعني نافع يبقى عكسها ضار قبيحة لا قبيح عكسها جميلة مؤلمة سيئة لا با للقراءة العديد من الفوائد وضح من خلال فهمك للفكرة السابقة القطعة كلها تتكلم عن فوائد القراءة التعرف على العلوم والثقافات والحضارات اكتساب مهارات التخطب مع الاخرين وللقراءة دور في الابداع والابتكار والتطور والازدهار وللقراءة دور في بناء الانسان والحضارات تنمي الفكر والمهارات للاجابة موجودة في القطعة السؤال اللي بعد كده النصوص النص الإجباري من نص عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي تفسير هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في سكينة في وقار أو سكينة وقار تواضع مفرد سجد سجدا الواحد المفرد ساجد يبقى سجد مسجد ساجدا سجودا سجادة لا كيف يتعامل عباد الرحمن مع الجاهلين وإذا خطبهم الجاهلون إيه؟ قالوا سلاما يبقى يتعاملون مع الجاهلين بحكمة يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم والأذى جيم وضح الجمال في قوله تعالى يمشون على الأرض هونا في سكينة في وقار ده تعبير جميل يدل على تواضع عباد الرحمن ويمشون في علم مضارع يدل على التجدد والاستمرار دال اجتناب عباد الرحمن للكبائر ومضاعفة العذاب لمن يرتكبها لمن يرتكب الكبائر اكتب مما حفظت حفظين طبعا النص الآية اللي بستتكلم عن الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة طيب هنا برضو عايزك تتكلم عن مضاعفة العذاب لمن يرتكب الكبائر الآية اللي بعدها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة السؤال اللي بعد كده بقى من نص آيات العلم والجهل والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقامي انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمامي تخير الإجابة الصحيحة مضاد أجل أجل مقام أعظم مكانة ومنزلة عكس أعظم أوسع أعظم أطول عكس أعظم حقير يبقى أحقر مرادف متن من راكب متن راكب على ظهر الرياح يبقى مرادف متن صدر ظهر قلب وسط هي ظهر با عقد الشاعر مقارنة بين ناقيدين حكتين عكس بعض الناقيد العلم والجهل وضحهما كما فهمت من الأبيات أي والشاعر عقد مقارنة بين الجهل والعلم قال إيه؟ قال إن العلم بيرفع من مكانة الأمة إنما الجهل يحقر من شأنها ويخفض مكانة الأمة ويذلها جيم على ما تبني الأمم أمجادها وأجيالها في ضوء فهمت للنص تبني الأمم أمجادها بالعلم النافع وبالاهتمام بالعلم والبحث العلمي دالة وضح الجمال في قول الشاعر كأنه مالك يصرف أمرها بزمام ده تعبير جميل بيشبه بيصور الطيار بإنه إيه؟ كأنه مالك وده تعبير يوحي بالتمكن والمهارة والسيطرة والتقدم في مجال الطيران السؤال اللي بعد كده من نص الكتاب يقول الشاعر تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابة فتخيرها كما تختاره والدخر في الصحب والكتب اللبابة صالح الإخوان يبغيك الطقى ورشيد الكتب يبغيك الصوابة تخير المراد بالدخر والدخر في الصحب والكتب الدخر يعني إيه؟ يعني وفر أو أكرم أحسن إحرص امتدح يبقى الدخر هنا الأقرب أكرم؟ لا أحسن إحرص؟ آه إحرص الدخر في الصحب يبقى وفر أو إحرص في اختيارك للصحب والكتب أن يكون على اللباب الجوهر المضمون مضاد صالح عكس صالح طالح أو فاسد طالح فاشل راسب ناقص؟ لا صالح عكسها طالح بقى عقد الشاعر مقارنة بين الأصدقاء والكتب والضحة كما فهمت من الأبيات آب يقول لنا أن الأصدقاء والكتب في منهم الإيه؟ في منهم الصادق والكاذب فيجب أن تختار الكتب كما تختار الأصدقاء يبقى عقد الشاعر مقارنة بين الأصدقاء والكتب أن الكتب منها الصادق ومنها الكاذب وكذلك الأصدقاء ويجب أن يكون الاختيار بناء على الجوهر والمضمون وليس الشكل والثمن جيم ما رأيك إذا أصبحت الصداقة بيننا كصداقة الكتب النافعة أو تنتشر المحبة؟ ليه؟ هبدأ أقوله بقى لأن الكتاب صديق وفي لا يحمل صاحبه مشقة العتاب يراعي حالته النفسية وإذا أصبحت الصداقة كصداقة الكتب تكون العلاقات جيدة وينتشر المحبة والألفة بين الناس ده الوضح الجمال في قول الشاعر رشيد الكتب يبغيك الصواب ده هنا تعبير جميل بيشبه الكتاب بإنسان يرشد صاحبه إلى طريق الخير السؤال اللي بعد كده النحو إن من الواجب على كل إنسان يعيش على أرض الوطن ويحيى آمنا في ظل أنحائها رؤية هذا الاستقرار يرفرف فوق أرضها فيا محبي الوطن دي كانت محبين الوطن دافعه هنا بيتكلم عن جامعة يبقى دي محبين يبقى هنا حزفة النم للإضافة يبقى على طول ده منادى مضاف يبقى معرب يبقى منصوب يبقى قوله منادى منصوب وعلامة نصب الياء لأنه جامع مذكر سالم منادى مضاف فيا محب الوطن دافعه عنه فنعمة أو نعمة هنا الفعلة وبعدها اسم نكرة منصوب يبقى دا تمييز والدفاع دي المخصوص والفعل هنا دمير مستطر فنعمة عملا الدفاع عنه فمن يدافع عنه من دي أداة الشرط ده أسلوب شرط من أداة الشرط اسم شرط مبن يدافع دا فعل الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون من يدافع ايه يا نعم دي جواب الشرط برضو فعل مضارع مجزوم يبقى يا نعم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون بفضائل صيغة منتها الجموع ممنوع من الصرف بفضائل اسم مجرور وعلامة جر الفتحة بفضائل كثيرة نعت أعربنا الاستخراج مخصوص بالمتح وأعريبه فين أسلوب المتح هو نعمة دي الفاعل الفاعل ضمير مستثر الدفاع دي المخصوص ومع نعمة وبئسة نعريبه يأما مبتدأ مؤخر يأما خبر اللي مبتدأ محزوف تقديره هو مبتدأ مؤخر مرفعه علامة رفعه الضمة الدفاعه أو خبر برضه مرفعه علامة رفعه الضم اتنين ممنوع من الصرف وبين سبب المنع لسأيلين كلمة فضائل فضائل صيغة منتها الجموع جيم أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي يسعى المخلصون لرفعة الوطن اجعل ما تحتوي خط بدل الرفعة دي جزء من ايه؟ من المخلصون ولا من الوطن؟ من الوطن يبقى يقول الوطن ايه؟ أقول الوطن رفعته يبقى يسعى المخلصون للوطن اسمه مجرور وعلامة جر الكسرة للوطن رفعته خلاص بقيت كلمة رفعة بقيت بدل لازم يكون في ضمير لازم يكون في رابط بيعود على المبدل منه وهنا الرفعة جزء معناه وتيبقى بدل اجتماد اتنين خيانة الوطن اجعلها مخصوص بالذم بالذم يعني يا بئسة يا لاحب بذل بس واجب التأخير يبقى لازم لاحب بذل لان بئسة جائز التأخير يبقى قول له حط ابناء لاحب بذل وخلاص اقول لاحب بذل خيانة الوطن دال شباب مصر كونوا اه ده هنا بينادي شباب مصر كونوا مخلصين يبقى شباب دي المنادة شباب مصر واداة النداء محزوفة يبقى دي منادة ومنادة مضاف منادة منصوب وعلامة نصب الفتح انما لما يقول شباب مصر كانوا مخلصين لا ده هنا مفيش منادة شباب مصر كانوا يبقى شباب دي جملة اسمية يبقى شباب دي المبتدى مبتدى مرفع وعلامة رفع الضم ومصر في الحالتين مضاف اليه مجرور وزيها برضو المثال اللي احنا قلناه لو قال شباب مصر انتم انتم الامل شباب مصر هم الامل يبقى لو قال انتم الامل يبقى بينادة يبقى منادة قال شباب مصر هم الامل يبقى هنا دي جملة اسمية وشباب مبتدى السؤال اللي بعد كده تخير اعجبني اللي بعد اعجبني ادهشني صراني فاعل اعجبني الطالبو عايزين نكمل بقى زكاء اهو الهمزة مرسومة على السطر يبقى منصوب الهامزة مرسومة على نبرة يبقى مجرور بالكاسرة على واو يبقى مرفوع عطاءه على السطرة يبقى منصوبة طيب هنا هيكون اعرابها ايه اعجباً الطالب دي هنا هيكون بدل وبدل بيتبع المبدل منه الطالب مرفوعة يبقى لازم المرفوعة دي منصوبة دي مجرورة دي منصوبة المرفوعة هي زكاؤه واو اجعل كلمة افضل مجرورة بالفاتحة يعني تجيبها تكون مجرورة يكون قبلها حرف جر او تكون نعت مجرور بشرط ألا تعرف بقل ولا تعرف بالاضافة ولا يكون فيها ألف ولم ولا بعدها مضاف لي اقول ابحث عن كتاب افضل افضلا اه هنا افضل هي اسم مجرور بالفاتحة اقول اكشف المعجم عن افضل افضلا برضو اسم مجرور وعلامة جر الفاتحة حطها في اي جملة يكون قبلها حرف جر او تكون نعت وشرط ألا تعرف بقل ولا تعرف بالاضافة والسؤال اللي بعد كده الخط نخلي بالنا برضو الفرق ما بين خط النسخ وخط الرقعة والاملة بعد ما نكتبها نقرأها مرة تانية علشان نتأكد ان احنا كتبناها صح بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات والى لقاء اخر مع فيديو جديد على قناة بتاع عربي اترككم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته